ممكن يابونة تقولي أنا كده صحة ولا غلط أنا متقدم لي عريس كويس جدا وأرايبو بيصلطوه علي أنا قلت كلمة واحدة يا أنا يا أرايبو في حياة العريس والعريس اختارني أنا كل شوية بسمع كلمة إزاي هي تحكم عليك هل أنا كده غلطت في حاجة طبعا غلطت طبعا طبعا غلطت يعني ايه يا أنا يا هم يا أنا يا أرايبو يعني ايه يا أنا يا هم يعني أعملت تحدي غلط اللي بتقوليه ده غلط يا بنتي طبعا غلط جدا طبعا يعني انت خليك قلبك مفتوح بالحب انت لو قدمت لهم حب يا بنتي يعني انت لو قدمت القريب دول حب واتكلمتهم في التليفون وتواصلت معاهم وقربت منهم هيحطوك في قرصهم من فوق لان قطعا هم متضيقين منك عشان انت بعيد عنهم وكمان تبعدي ابنهم عنهم قريبهم يعني ده معرفش درجة الارب ايه عنهم كمان يا انا يا هم ويفضلك عنهم طبعا يحكدوا عليك اكتر ويسمعوا الكلام اوحش ويعودوا يصلطوا فيه ويعودوا له انت مش راجل عشان تمشي وراها طب ليه يا بنتي ليه ده انت يعني انت مش فاهم انا يعني انت لسه في الاول لسه ما جوزتهش المال بقى ما تتجوزه هتعمل ليه يا بنتي ارجوك يا بنتي افتح قلبك بالحب لكل الناس وكم وكم بقى دول اهل جوزك يا بنتي حتى لو جوزته وخلفته ولادك اطلعوا لهم قريب لهم عيلة يبقوا فرحانين بيفضل اتي ليه بتطعيم من الشجرة ليه يعني حاجة غريبة جدا يا بنتي ده ضد وصايا المسيح يا بنتي ضد وصايا المسيح المسيح بيقول ايه حبوا بعضكم بعضا كما احببتكم دي حاجة يقول اكتر من كده ايه الاس اكتر صعوبة ان احبابتم اللذين هيحبونكم فاي اجر لكم ان احبابتم اللذين هيحبونكم فاي اجر لكم فالعشرين والخطايا فقلنا كذلك ما عملتوش حاجة حلوة يعني ترضيني لهم انت عايز ايه يا رب لكني اقول لكم ده كلام بقى المسيحة لهم مجد شخصيا احبوا اعداءكم ده لو اهلكوا دول اعداءك يا بنتي حبيهم وقدموا لهم محبة وهتم بيهم وتصلي بهم التليفون عايدي عليهم اسألي عليهم عايزين يشوفكم قديم المحبة حتلاقهم حطينيك فوق راسهم من فوق بدلا بتبقى انت وحيدة كده انت واهلك بس وعريسك تبقى العيلة كبيرة وتبقى فيه دي في واسري في الاعيات تبقوا مع بعض في المصيف تبقوا مع بعض في الرحالات الكنسية تبقوا مع بعض تبقى فيه دي في واسري انتوا ليه بيت عايزة تتجود تقطع خطيبها من شجرة شيء مذهل ضد وصايا المسيح اللي بتعمليه انا بقولك ايات اهو محددة بقول ان احبابتم لذين احبونكم فياجر لكم الى عشان الخطايا يفعلونها كذلك لكني اقول لكم احبوا اعداءكم دول ما بقوش اعداءك وحتى لو اعداءك حبيهم ده وصي يا بنتي ولو كسرتها تبقى بتعميل خطيئة هتحرمك من السماء باركوا لاعنيكوا اللي بيلعنك باركوا احسنوا الى مبغضيكوا اللي بيبغضك اللي بيكرهك احسن اليه انت بتحسن اليهم بقى كده ولا بتتحديهم وبتحرمهم من قريبهم ده وصلوا الى اجل الذين يسيئون عليكم اخواننا هنروح فين من كلام ربنا ده حنودان عليه يصدقوني يصدقوني فكري في كل كلمة في كل آية قلت عليك دلوقتي يا بنتي كويس اوي 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 ورجعنا بكده مؤدس حد لان نفسك اتغيرت 180 درجة لانه هو ينبغي ان يطاع الله اكتر من الناس الناس اللي هو مخك او امك او اي حد حواليك يطاع الله وزي اهلك يوفقوا على كده يعني زي اهلك يوفقوك على الروح العدائية دي على الروح الانانية اللي انت فيها دي وقالك يبقوا مبسوطين ان كنت يبقى في حدنهم وخلاص وجايبالهم عارسلهم بره زي الفل وتضموه ليهم بقى ابن ليهم وتحريموه اهلهم منه ده ميرضيش ربنا يا بنتي ميرضيش ربنا خلي بالك ماذا انت في الانسان اللي هو ربه العالم كله خسر نفسه خلي عندك محبة بنتخلى لك مفتوح بالحب ده الله احب العالم وإحنا خطاه يقول كتابه عزيز ونحن بعد خطاه مات المسيح لأجلنا لأهل كل من يوم في بلد كل حالة بديه يقول اهل انا وقف على الباب وأقرع يا سلام محتاج لي كأنه محتاج لي كأنه في الآية دي محتاج انفتح ليه احد ادخل ليه هتخيل بقى لما انت تروح تخبطي على اهل جلدك الباب وماردش يفتحولك تفضل وقف تخبطي لغات ما يفتحولك يفتحولي ادخل اتعشى كمان مش ازعل وعاتب وقلت ليه بفتحتوش واتأخرتوا في الفتح واتأشى مع واغو معي الله نفسه بيقول هذا الكلام بيقوله لنا ليه كتاب مقدس مش عشان نتعلم منه مش عشان نفهمه مش عشان نعيش به ولا يعيش بأفكارنا البالي أفكار الشتان اللي بيمليها علينا ويدمر بيوتنا ما تبدقاش حياتك الزوجية غلط نصحت ليك كأب ما تبدقاش حياتك الزوجية غلط ما تبدقاش حياتك الزوجية ونت مكسرة كلام ربنا يا صلى الله عليه وسلم وكلام الكتاب مقدس كله حب أهل جوزك وتصل بيهم بالتليفون واربطيهم 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 بيك وخليكي ودودة كده ومحبة بلاش الأجريسف والأنانية بقى ديت يا بنتي ده فكر من الشيطان بيد تماما عن فكر الله خالص زي ما قلت ولك في الإنجيل وربنا معكم بيطمينيني اعملي كده وديهم والكلمة معهم واتقرب منهم يا بنتي وربنا يفرح قلبك يا بنت